اهلا بكم في حكاية بوست ننقب عن اكثر المنشورات تداولا لدى اليمنيين سحر الخولاني اعلامية يمنية حرة كانت تصدح بصوتها من صنعاه وكانت تنتقد فساد الميليشيا ونهبها للموارد ولرواتب الموظفين ضاقت هذه العصابة ذرعا بصوت امرأة كانت تنادي بحقوق مشروعة فاختطفتها في جنح الظلام تداع اليمنيون من اجل هذه الحرة الاعلامية سحر الخولاني ونددوا بجريمة اختطافها كون هذه العصابة لا تقبلوا باليمنيين ولا تقوى على اي كلمة تناهض مشروعها الامامي الفاجر السللي دعونا نتابع ماذا نشر حساب منصة واعي وهي منصة مجتمعية تُعنى بأيضا بالدفاع عن اليمنيين وايضا تغطيت هذه المنصة منصة واعي كتبت يعني منشورا أرعبتهم امرأة بألف رجل عالم الهدى وهنا يسخر من المدعوى عبد الملك الحوثي اعتقل الناشطة سحر الخولاني واللي ما عملت شيء سوى تناولها للأوضاع السيئة في البلاد ما يحب أي حد يطلع الحقيقة للناس يحب فقط اللي يطلع أن الحياة خضراء وجميلة والأمور بخير دعونا نتابع هذه الصورة الصورة هي للإعلامية سحر الخولاني وهؤلاء أطفالها باتت مختطفة في سجون الظلام الإمامي كتب الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان همدان العلي تغريدة عن سحر قائلا لأنه مجرد لصوص جبناء يخافون من الكلمة يخافون من امرأة ليس معها إلا صوتها يخافون من هذه المرأة لأنها تواجه عنصرية ولصوصية السلالة بالكلمة بكل شجاعة يخافون منها لأنها تعتز وتفتخر بتاريخ وقبائل اليمن هؤلاء يقولون بأنهم ركعوا أمريكا وإسرائيل وتحالف 12 دولة لكنهم يخافون من امرأة أما الدكتور محمد جميح فقد كتب عن سحر الخولاني قائلا ضاقوا ذرعا بسحر الخولاني كما ضاقت بهم صنعاء وأهلها سحر الخولاني ليست معارضة سياسية ولكنها يمنية طلبت راتبها تصوروا يرى الحوثيون أن مطالبة الناس بمرتباتهم جريمة يقولون ليس وقت الراتب نحن في حرب وباسم غزة يسرقون المرتبات وباسم غزة تلتهم سجونهم كل من يطالب براتبه موقع النقار أيضا كتبا تغريدة عرفت الناشطة سحر الخولاني بدفاعها المستمر عن حقوق الإنسان ومطالبتها بالعدالة والمساواة بين جميع المواطنين ومع استمرار سيطرة جماعة أنصار الله كما يسميها الحوثيين تتفاقم حملات القمع ضد الأصوات المدنية المعارضة حيث يتم اعتقال النشطة دون أي تهم قانونية واضحة وزجهم في سجون سرية مجهولة أما عبدالإله سلام فقد كتب أيضا تغريدة يقول اعتقال النساء في صنعاء أصبح أمر شبه يومي فلم يعد للنساء حرمة ولا كرامة مثل كرامة الشعب المهدرة من قبل الحوثيين وتتزايد هذه الاعتقالات للنساء على خلفية حرية الرأي والتعبير أو بسبب مشور أو تغريدة في وسائل التواصل الاجتماعي الحرية للناشطة سحر الخولاني مجرد تغريدة تقض مضاجع الحوثيين ترعبهم تهز كيانهم تهز كيانهم إنها عصابة هشة